موسيقى سيداتي سادتي انتباه من فضلكم هذا الفضاء خاص بالصراحة والوضوح المرجو عدم استعمال لغة الخشب شكرا على تفهمكم موسيقى على بركة الله مرة أخرى بدون لغة خشب دائما بدون مواد حافظة بدون لغة خشب هذا اليوم فاطمة الزهراء المنصوري بصفاتها الثلاث أولا وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والسياسة المدينة هذه بوحدة فيها الكثير جوج عمدة مراكش ثلاثة رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري شكرا لأنك بعنا اليوم بدون لغة خشب نساء الخير السي رمضاني بغيت نشكرك على الاستضافة في البرنامج ديالك وفي نفس الوقت نرحب بك في هذه الوزارة ووزارة ديال المغاربة وبهذا المناسبة نتمنى الجامعة واشت مباركة وإلى سمحتي لي من خلالك بغيت نشكر نساء ورجال الإعلام اللي تواكبوا معنا يوميا العمل الحكومي والعمل السياسي وهذه فرصة في هذا الشهر لمدان باش نشكرهم على العمل اللي تقوموا بي ها هو مرر ما بقيت للقوم نواكبوا للا فاطمة الزهراء ما كيف تخبه وهنجو ليها من بعد ماشي مشكلة فاطمة الزهراء المهم بعدها وأخيرا للا فاطمة الزهراء المنصوري هذي تدير خرجة إعلامية من اللي رجعته وزيره ولكن قبل من هذا الشي فاطمة الزهراء المنصوري اليوم نطرحق على الأسئلة اللي بغيت ولا ندير رقب على رأسي بكل ارتياح بكل ارتياح ما كانت شي ما نأخوض راح تكسير رمضاني الحمد لله معنا ما نخبي وعلم غاربة احنا هنشوف ولكن غدت جاوبيني بدون لغاتي خاشة كما جرت العادة كما جرت العادة هذا التزان دي الفاطمة الزهراء المنصوري والعقد شريعة المتعاقدين كيف ما كيقولوا في اللغة دي القانون وفي إطار الشكلية سوف نعطيه بسرعة شوية من السيفيديالك السيفيديالك طويل ولكن شي شوية وصع في ومتعه يكون عندك الحقد للإضافة والتصحيح والتدقيق إلا كان في الأمر ما يقتضي ذلك السيفيديالك الفاطمة الزهراء المنصوري يفيد بأنها من مواليد مدينة مراكش أكيد مراكشية مراكشية أبن عن جد أبن عن جد لاماب قالت بأنها تزادت مهار 3 يناير 1976 لاماب اللي قالتها مشي أنا محامية فاتن زارة من سوري محامية في هيئة مراكش هيئة مراكش أم الججلوليدات اللي يحفظهم فاتن زارة من سوري حاصرة على ديبلوم دراسة المعمقة في تخصص قانون عقود الأعمال من جامعة مونبولي في فرنسا لعام 1999 أكيد عندي الإجازة من الكولية ديال مدينة الريبات وعندي ديوا في مدينة مونبولي وعندك ديبلوم في قانون الأعمال الأنجلوساكسوني من جامعة نيويورك أكيد في عام 2000 أدشي اللي كان في السيفي ديال هذا السيفي الرسمي السيفي غير الرسمي غير المعلن ديال فاتن زارة من سوري يفيد واحدة حاجة عريضة المرأة القوية داخل البام المرأة الحديدية داخل البام ما بوش نقول لك الأمينة العامة الحقيقية والفعلية ديال البام لا أنا ماشي أمينة عامة وكان آمن بالمؤسسات وأكيد رئيسة مجلس الوطني وشان المرأة الحديدية كما قلت يا سي رمضاني هو لمؤكد هي مرأة ديال القناعة عندي قناعة قوية وعندي تصور لهذا البلاد وانخرط في واحد المشروع السياسي تنأمن به بقوة ومعمرني اختلفت من على الباب ديالي هذا شي اللي تيجعل الناس يعتبروني بأن تشبتها بالقيام والمبادئ اللي تندفع لها يوميا في العمل السياسي وفي عمل المدني دفعتي الثمن لهذا القناعات فطن الزرار المنصوري داخل البام لأنك نعرف كما تتكلميش بزاف ولكن قاسيتي بزاف قاسيت قاسيت عمل سياسي أنا انخرط في العمل السياسي كانت عندي واحد وثلاثين عام كان حزب فاتي كانت نوع من المحاربة وهذا واقع نهضر عليه واخنا ما تنبغيش بزاف نقول بإنني إمرأة نحاول نكون أكثر كفاءة من إمرأة ولكن كان واحد نعمل غيزيستانس والمقاومة من طرف الناس اللي مرسوا سياسة مدهادي تشوفوا شباب امرأة تتدفع لها على المبادئ ديالها تتدفع لها قيم هذا المشروع النبي اللي بنينا جميع وكانوا عراقيل ولكن حمد الله قوة ديال القناعات ديالي والطريق اللي قبطت داخل الحزب يجعلني حمد الله اليوم بقي كي نتقاد على المناضلة المناضلة طيب عدوا كلهم ردوا فوعات شكليا نمشوا لجوهر للفاتم الزر المنصوري تنين مئة يوم تنين ست شهور دابا سبع شهور أنت وزيرة ست شهور ما سبع شهور تقريبا للي حسبنا لا تقريبا سبع شهور ولكن بقيتي سكتة في هاد المدة كلها علاش بقيتي سكتة للفاتم الزر المنصوري بس اتقادت قدير ديالك بقيتي سكتة نتنعتبر رأسي بإنما عمرني سكت التواصل التواصل دائم ونتم للأصدقاء ديالي فيسبوك وتتعرف بإنما كانش واحد النهار لي ما تنقولش المغربة وما تنبينش المغربة لعمل ديالي والإجراءات لتناخد إي جريدة غادي تلقى بإن القطاع اللي حصل ليه الشرف نترأسه دابا وندبرو نتحمل فيه المسئولية في جامع الجرائد غادي تلقى مقالات لتتدر على العمل ديال هاد الوزراء أنا ما تهمني شراسي اللي تهمني هو أش بغيت ندين لمغربة ولكن عادة لوزير فش كي يجي إلى قطاع معين كي هيها عرض الستراتيجية دياله في الأول كي يعطي الحاصيلة من ديال مئة يوم من ديال خمس شهور الأولى وكي يظهر في وسائل الإعلام لها رسمية أو لها خاصة باش كي يخاطب المغربة وكيتكلم مع المغربة وكيتواثن مع المغربة ما درتيش هاد شي للا فوتن الزهرة واش تتعتبر بربي فاش تنتواصلو في البرلمان واش تنتواصلو مع المغربة هادوك را ممثلين الأمة فاش تنمشي البرلمان هادوك را مؤسسة وتتعتبر فرصة لوزير باش يعرض وجهة نظر دياله ويدير بعدها واحد تشخيص ديال القطاع لأنه فاش تدخل كوزير جديد في واحد القطاع خس كتاح وقضوا واحد الفطرة ديال تشخيص وتعارف علاش داخل باش تعارفش بيتيتدير فلذالي كانت نعتبر بأنه جوا بتاع الأسئلة ديال ممثلين الأمة اللي تهموا هاد القطاع بكل وضوح وشفافية داخل الليجان ديال البرلمان وداخل قبط البرلمان هادوك تبرير فقط؟ لا ماشي تبرير كان شو ديال تردد ولا شوية ديال تخوف ولا شوية ديال خلي الإعلام كيش بدلي نغس داع داخلت عليك بالله كيف تتعارف ناسي غنضان علش بتنتخوف كون بتنتخوف قاعمل ندخل العالم السياسي وتتعارف العالم السياسي صعيب وقبيح وكل يوم تخرجوا لك مشاكل أنا متحملت المسئولية السياسية إلا مستعدة نوضح ولكن قشنا هو نتفقوا بعدها على هاد المبدأ تحت التواصل لأن تتشوف هاد الأيام الأخيرة تيقولوا الحكومة ما تتتواصلش الحكومة أنا بعدتها نفرح لأن اللي يبقى فيها الحال هي يقولك الحكومة ما تتخدمش تحد ما تيقولها تيقولوا الحكومة ما تتتواصلش نحن تعتبر رأسنا حد الساعة بإنا تواصلنا وما تنسوش المناخ ديال هاد الحكومة نحن جينا منذ تعيين من طرف صاحب الجلالة ديال هاد الحكومة تفاجئنا بأزمة صحية اللي كنتوي نصفها اعتبرنا ديك الساعات في أكتوبر بإنا سهلينا مع كوفيد سهلينا مع كوفيد ونحن نعمل على الإقلاع الاقتصادي ونعمل على البرنامج الحكومي لذلك جاءت أزمة وعفتت تأثير ديال هاد الأزمة على السياحة على مجموعة ديال القطاعات وخاصة أنا في مدينة موراكوش كنت هزلهم بزاف المدينة والمألة المدينة كقطب سياحي قوي وكبير في العالم زدنا شوية كنا نتسنى والجتمع نصدر بهذا قد الله جاءت هاد الأزمة على الثاني خصنا نواجهوها زدنا شوية جاءت الأزمة ما بين روسيا وأوكرانيا وتتعرف بإنا بطريقة مباشرة كين تأثير مزيان كين تأثير وآدت المغاربة كي آدت العالم كامل في جيب المغاربة وقدرة الشرائية ديال المواطنين ولكن وخها الكوفيد مزيان هالجافاف الحمد لله اشتصبات ها أوكرانيا وروسيا والحكومة تسكت ما تشرحش الحكومة ما سكتاش الله عودي للا فتنسا ها السيردوان رأس صمت ماشي دائما حيكما ها السيردوان دابا هادا قبتو بحال وماشي علامات الريضة قبتو بحال واحد سلوغن قلتو هادا الحكومة خصنا نتقدوه احنا ماشي ضد احنا ما كامل هي سيد ربي ما كامل هي الله احنا رأى ممكننا نغلطو احنا اتحنا رأى بشر وعندنا تقدير وعتبرنا بأن في هذه الفطرة اللي هو أساسي هو ملقى وحلول المغربة احنا جاينا ببرنامج طاموح جاينا بغينا نصلحوا التعليم وما أدراك هم التعليم وعرفتي بأن هذا من الهم ومن الهموم الكبرى ديال المغربة كله من المغربة خايفين على وليداتهم اش من التعليم اش من من دراستان هديو لولادنا هادا هو السؤال الحقيقي الصحة ودوزنا ومرنا انا موحد الازمة الصحية اهه وبينات بأن الحمد الله كان عندنا القدرات باش ندبروا الاسما والمغرب بيعترا في العالم وبيتوجهات من طرف صاحب الجلالة الحمد الله قدر يدبر ديك الازمة ولكن في نفس الوقت بينات بعتنا واقص صحة فاتم سدران منصور بأن الحكومة مقصرة في التواصل مع المغربة هادوا الخصوم ديالك من دابك يقول لكم وما عبادنا اخرجوا اهدروا مع المغربة اشرحوا ليهم وده بداخلت عليك بالله حسير اقول لي يلا الى ما قنعتكش انا مستعبت اعترف والله الا قنعتيني غنعترف اقول لي هاد الحكومة غنزيدوا في التواصل هير كيف قلت لك نتفقوا على المبدأت على التواصل الى كان التواصل هو هاد الوزارة وهاد الحكومة ديال ديال الحكومة ديال المغربة تواصل هي تخرج وتفسر اي اجراء بغا تاخدوه في حق المغربة لان احنا تندبرو الحياة اليومية المغربة اي اجراء بينا ناخدوه باش نحسنو الحياة اليومية المغربة خسنا نخرجو ونفسروه الى كان هذا هو التواصل راح نتان تواصله راح وقع المشكلة الاسعار وخرج سيفوزي القجاع وخرجت السيدة الوزيرة نادية فتح وتكلموا خرج رئيس الحكومة هذه ربع ايام في قبة البلامان الى هضرنا على الاشكال ديال النقل الحكومة تكلمت وخدت اجراء الى كان المشكل ديال في لحق خرجت الحكومة الحكومة هير عندك انت في البرنامج ديال اهه كنت انقلب قبيلة وداز عندك عبدالطيف وهبي داز عندك مهدي بن سعيد واني انا قرسا معك اليوم نقول لك شكول ما دازش عندي ما دازش عندي رئيس الحكومة ما دازش عندي وزيرة الانتقال الطاقي والعافية شاعلة في الغازوال وراحيت العافية شاعلة في الغازوال ما عنداش قصة تلقى الحلو العجي تقولهم لك ها بلاتنا نشك عارتي باش نروح القاضي للا فاطم الزهرام زيادة ببلية غادي تغلويني بهالطريقة ولكن غادي نرجع فاطم الزهرام نصري مرتاحة في الحكومة اللهم لك الحمد قولك بصدق قوليا بصدق وبدوني لغة خشب هاديك بالضبط وإلا درتي لغة الخشب غرفة الفارخ الدامة سيقولون لي تشكلت الحكومة أولا الحاجة اللي جعلتني انطمئن الحكومة هي حكومة تتعبر على صناديق الاقتراح ثلاثة الأحزاب اللي جاهمت تلاتة ترتيب رابين مزيان والبامجة تانية قوى سياسية وحمد لله عودوا تقوى في المواطنين وصوتوا علينا بقوة ها تلاتة الأحزاب فاش قلسنا وانا كن جزء من هذ اللقاء قلسنا وتنشوفوا البرامج دي الأحزاب بثلاتة تنلقوا بإنما كنش خلاف بناتنا لا ايديولوجي لا فتدبير مقاربين مع بعضياتكم مزيان وخكتم دابزين قبل الانتخابات ولكن على كلها وانتي خلافت وانتي مكتبزي محد وانتي مكتبزي محد وانتي عارفش كتير لا ماشي عارفش تندير سي رمضانينا دخلة تندفع لا مشروع وماشي مشروع شخصي ولا مشروع مشروع مجتمع مقتنع بإن بلادنا الحمد لله طورة هذه السننوات الأخيرة عشرين عام فاش تتشوف المغرب هذي عشرين عام وتتشوف المغرب اليوم تتقول البلاد غادية ولكن كان بقي نواقص كان شي حواج اللي خصومي تصلحوا باش نشوف المغربة وخاصة ولداتنا يعيشوا في واحد البلاد كيف تنطمحوا لهم هاد شي اللي تجعلني أنا ما تنتقدش الآخرين تنتقد راسي وتنوضع واحد خطة الطريق وتنقول هاد المشروع كبر مني وأنا تنشتغل أنا جوز صغير من هاد المشروع هاد المشروع بزياد إذا دخلتي للحكومة بنات أنا لهاد الأمور بارتياح مع العلم مع العلم روية أنه وفاة نزارة مصر ما كنش بها تكون وزيئة نزيد دقة نزيد شي حاجة أخرى نزيد نهار عرفتي بأنك تكوني وزيئة بكيتي وأنا موعدك ب بدون لغة خشف أكيد في الأول فاش نقشنا ماشي تخوف تهي داخل الحزب هذا كان هناك نقاش داخل الحزب تخوف كان مرتبط بالوضعية العائلية تتعرف دينا مراكشية وعيشة في مراكش وتنموت على مراكش وتنحمق على مراكش وولدي والوالدة ديالي اللي عندي بموحضر طيبات خاص بزاف بقوا في مراكش وكان عندي هاد التخوف كيف بتندير واش نجيب معايا ولدي ولا ما نجيبش ماشي المسئولية اللي خلعتني ماشي المسئولية لا المسئولية ما خلعتني بالعكس قبلتها تحدين المغربة عطونا الفرصة باش نفعلو واحد البرنامج لحد الساعة احنا كنا دايمن في المعارضة وحان الوقت باش نبينو المغربة بإنا حزب الأصل ومعاصرة عندو رؤية عندو كفاءات وانتو مانيتن من ناس لك انتو تتقولوا والبام ما عندو حد حمدو الله حمدو الله بينا بإنا البام عندو مناضرين حرين أولاد الحزب طربوا في الحزب ومستعدين للمسئولية قلتي بديتي للحكومة مرتاحة أو دخلتي للحكومة مرتاحة ولكن الانطيباع اللي كان بهاد الصمت وخبغتي تقنعيني وما قنعتينيش بزاف أعطتي الانطيباع بأنه فطن زرامنصوري دير مسافة مع الحكومة دير مسافة الأمان غارج الوحدة في الحكومة بشوف بصدق بصدق الأجواء داخل الحكومة تجاوزوا تقديرات ديالي اللي كنت تنتخيل في العمل الحكومي كان عندي هذا التخوف ديال كل واحد معزول وكل واحد يشتغل ببوحده وكان عندي هذا التخوف لأنه أول مرة تكون وزيرة فلذلك معمرني مرست العمل الحكومي العمل الحكومي كنت يتمرس اليوم رئيس الحكومة وهو ما محتاج أن ندفع عليه ولا شي حاجة رئيس الحكومة عاطي فرصة من نقاش الجامع على الوزارة تنجتمع كل خميس في المجلس الحكومي وعندنا خلال الأسبوع عدة اجتماعات على قطاعات على مواعد مهمة التي نقش فيها بعد الأمور والأشياء التي تتهم المغربة رئيس الحكومة طريقة تشتغل معنا لا كأحزاب لا كوزارة لا في إطار الاجتماعات الأغلبية ولا في إطار العمل الحكومي تنفتح الجامع تتصنط الجامع تلا كان شي اختلاف على شي موضوع معين هو تيد اللغبي تخاش ديالو ولكن بهدوء بارتيح بهدوء وبرتيح هاد شي عكس ما يقول البعض لأنه الباب ما راضيش على طريقة باش كتمشى الحكومة حاليا بل كيتش كامل هيمانا ديال الحزب ديال رئيس الحكومة ونقول لك كيف تتعرفني يا سي رمضانينا نغا نقبل على شي هييمانا أنا كان عارفك ما عاد قبليش وذيك شعلش في شي فطور عند العربي المحرشي في دارو تشكيتي وتبرتي وقلتي هاد شي ما شي معقول هادا كلام فارغ خاوي هادا شي ما عارت منين خرج قريته فى الجرائيه وتتين قل واشا تيضرو علي ولا تيضرو علي شي حدا اخر ورا ما كنش بوحدة يزعمال يقدرو يشاهدو باتشي را كان الفريق لبالله ماني كله ديال حزب الاصلة بالعكس قلت لهم خسكم تفتخروا بحزبكم داخل الحكومة وخسكم تفتخروا بانسجام الحكومي هادا حكومة مسئولة حكومة واقعية حكومة منسجمة اللي حاملة هم واحد هم المغاربة كيف نخرجوا من هاد الازامات هادا هو التحدي ديالنا اليومي كلنا كوزارة اشنا هو التحدي ديالنا كيف ندبروا الازمة وفى نفس الوقت ما نتخلوش على مشروع اللي قدمنا للمغاربة هادا هو التحدي لرفعين كامل غاد تفهميني بانه البام راضي مئة بالمئة على وضعيته داخل الحكومة اللي بام وتسمحوا لي بصفتي رئيسات المجلس الوطني نتكلم بسمية حزب الأصل اللي بام راضي مئة بالمئة وضعيته داخل الحكومة لحد الساعة مكنش علاش ونهار كونش مشكلة السردوان تلتزم معك اول برنامج فاش نجي نقول بانه ما متفقش هو انت الله يجزيك بالخير ولكن كيفاش نشرحوا الموقف البارد او الحرب الباردة اللي بدات بسبب المشروع ديال فرصة اللي كان المفروض يكون عنده وزير من البام اللي هو السيونسكوري ولكن بقرار من رئيس الحكومة اعتقد كان لصالح فاطم الزراع وزيرات السياحة ما قلقكمش هادشي ما قلقش يونسكوري ما قلقش الامانة العامة ما قلقش المكسب السياسي ما قلقمش هو اكيد قرار نصيد رئيس الحكومة وهو صاحب الاختصاص منحقه يفوض لاي وزير وما قلقنش عرفت علاش لان التشاور معنا لان قلسنا جميع ونقشنا الموضح وخرجنا بموقف موحد وصيد رئيس الحكومة يقول لك هاد البرنامج الحكومي فهاد السنتين عنده جوش البرامج مهمة اللي غادي تهم الشباب دياله واللي غادي تخلق فراس الشغل واللي غادي تخلق فؤم وقاوالات وما يمكن ليش هاد جوش لمشاريع الكبرى اللي عندي واحد الاهتمام وبتنواك بهم شخصيا يكونوا على كتاف واحد لوزير ليقدر يتقالوا عليه بجوش فلذلك فضل يعطي كل برنامج برنامج لواحد من الوزارة باش تكون اكتر نتيجة هاد هو هاد هو المقصود وما تخلقتوا ما بقى فيكم الحال بالعشكل اللي قال بعض الهجمات اللي تعرضت لها الوزيرة كانت بسباب البام لانه البام ما تبلعاتش ليه انه مشروعوا بحال هذا يمشي الوزيرة من تجموع الوطني الاحرار عوضة وزير ميناء العصارة والمعصارة اولا ما شي من اخلاق البام يضرب من التحت ما امرها كانت اخلاقنا في البام احنا دي من كنت انتواجهوا وما امرنا ترددنا وتتعرف نينا وتتعرف سعب الطيفوهبي وتتعرف سيشامل ماجري وتتعرف سيمهدي لا يسكتوه واش هاد الناس كلهم السيطويذي هاد الناس غادي يسكتوه هو اللي وقع فاش درنا اجتماع لبلامانينة الحزب بعد الاخوان تسألو ومنحقهم هذا كوزير المقاولات الصغرى مفروض وطحنا لهم بهدو فسرنا لهم وقلنا لهم هذا براميج اللي عندهم سنتين وتقالب جوجهم وتنتظروا منهم مغربة بثاف را ما يمكن ليناش نحمل المسئولية دي الجوج براميج والسيون السكوري ما تتقساش را تترأس مع ديك اللجنة تترأسها في جانب فاطم الزهر عمر فلذلك هذا ماشي اقصى هذا عمل جماعي هذه هي الالتقائية اللي هضرنا عليها وهضر على النمو داشت المو الجديد هذه هي الالتقائية اللهم جوجت الكتاف ولا يكتف واحد معقولة ولكن ده بالطريقة باش كتكلم فاطم الزهر عمر نصور علي الحكومة را قربت نبغي الحكومة أنا تنتمنى قربت ان يوقع عليها شي كود فوضغ في شكل لأنه تجانوس والحب ودك شي كامل الواقع كدر اللي مشي هو نقول لك شنو ما عندكش ولو موقف واحد اللي يجعلك ما تبغيش هذه الحكومة هذه الحكومة عندها ستشعور فتية تعرضت لأزمات قوية وحمد الله لهذه الحكومة اللي كان في هذه الأوضاح الحمد الله اللي كان هذه الكفاءة داخل الحكومة اللي توجهوه ترفعوه تحديات في واحد الضروف صعبة وصعبة جداً هكومة الكفاءات؟ ماشي تعال تقنقراتين الكفاءات الكفاءات لا يمكن أن تقنقراتي لا يمكن أن تقنقراتي لا يمكن أن تقنقراتي ما بين الرباط والمراكش وما نوقف في الستازيون ولكن راكي فاتن عرفها؟ لا أبداً أنا فاشتان مشي من المراكش لأسميته تدخد طنوبيلتي الخاصة الله هاو الدنيا فاتن الزهرة أنا أخد طنوبيلتي الخاصة طنوبيلتي الخاصة ما كنت تشيش طنوبيلت الوزارة؟ لا أبداً طنوبيلت الوزارة تنستعملها هنا لأن تكون عندي اجتماعات تكون عندي مسؤولية هنا اللي كتشي المراكش كتشي طنوبيلتك وفاشتان مشي البلدية كان عندي اجتماع الاخر في البلادية مشيت طنوبيلتي وصيغر راسي في مراكش وفرحانة بديك المدينة ودعم الله ملك الحمد ووقفتي في بومباد ليسانس ووقفتي في ستاسيون بانسوق في ستاسيون وليراني مغربية وشبتي العافية وشبتي العافية وشبتي العافية وشبتي قداش دك الشير رجال ايوه وفاشتان شعلت الفازه السير رمضاني تنشوف العافية في أمريكا وتنشوف سبانيا الي جارتنا ايك الانفلاسيون 39% اوروبا 4.5% امريكا 5% توركيا 61% وتنقول كم مكان الحي وانا ماشي محسش بالمغربة ماشي تنقول الكرا المغربة ما عندهمش الحقيش كيوه عندهم الحقيش كيوه لانا هاد شي اطرع اليوم وحايتهم اليومية والقدرة الشرائية دياله ولكن مع الاسف انا امتى تنتقد الحكومة كون هاد الانفلاسيون وهاد النسبة التدخم كانت نتيجة ديال القرار الحكومي كون اجتمعات هاد الحكومة اخطت قرار واخترت واحد الطريق ديال السياسات العمومية اللي بيطروا على جيوب المغارب ديك ساعد جي وقلسوا وقلوا يا كينا ازمة وش عيبة البترول دازم ثلاثين دولار المية وعشرة وانتي عارف القضية ديالبترول والمحروقات اعرفها ليش كينا عليها حساسية في المغرب لان رئيس الحكومة من الناس اللي عندهم شركات عندها وضعها في السوق ديال المحروقات هادشي ليش المغاربة يقول لك اخنوش ولي زاد علينا الحكومة هي اللي زادت علينا واخنوش ولي زاد المحروقات في فرنسا اللي وصل دابا 2.30 جوجة الأورو ثلاثين واش هو اخنوش ولي زاد المحروقات في فرنسا في مادريد في نويورك ولي زاد رئيس الحكومة اكيد راجل الاعمال وعنده شركة ومنحقوه تكون عنده واحد تجربية في القطاع الخاص وشركته تتخدم الالافة المغاربة شركته تتخدم الالافة المغاربة شركته تتخدم الالافة المغاربة كالدفع لرئيس الحكومة اللي انتي فيها فهذه النقطة بيت ندافع عليها واش تامن البترول عزيز اخنوش اللي تحدده كون كان هذا واش تتعرف بي ان هات الشركات داروا واحد من جهود كبير كانوا تير بحوة 14 سنتيم في لترو وهبطوا نظرا الازمة قبلوا باش يبطوا على العشرات السنتيم دون كل شي خدمت يدير مجهود الدولة تدير مجهود الحكومة تدير مجهود ودارة مجهود كبير ولكن ما يمكن لاش دير مجهود في كل شي دار البرنامج ديال النقل ودعم ديال النقل راتبعتي 550 مليار اللي تتصرف كل 550 مليون اللي تتصرف كل شهر هادشي كافير اللي فاطم زراها هادشي شوف تحجم كافية وراهي ام الحكومة ما محس اردبنتم حكومة الكفاءات ولكن نسترع لكم مولانا عو تاني شوف واش احنا كرهنا باش المغاربة اليوم اللي صوتوا علينا في 8 سبتمبر وطاقوا فينا واش كرهنا نديروا السياسة الشعباوية داك التواصل على شتاته دور وبيترجع ليه واش التواصل ونوضح للمغاربة اجبتنا اخد مقارات ولا التواصل هو الشعباوية يمكن دوزنا واحد الفطرة في 10 سنوات ديال الشعباوية ودروا وديودي والفطفادة احنا 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 كحكومة طريقات الاشتغال ديالنا والنتائج وانحققوه في خلال 5 سنوات ودورهم بغربا يقولوا حكومة اش حقات ولكن را ماليك يكون ماليك يكون الغلايان والغلا والحكومة ساكتاك يكون هاد الصمت مستفيز يمكن انا ماشيطة نرفض انتقادة ديالك يمكن غاين نزيدو نتواصل واسيتي والدليل هاني قلسة قدام كل يوم وقل لزادل اخو احنا ان شاء الله بل ليلة بن علي يكمل الحزب ديالك وليلة بن علي عدت الاسبوع اللي فات واحدة ندواصة حفية فيها خمسة تسوية ولا ما عدك شي تبارك الله والضحاط وفي سرات القادية ديال 26 يوم والضحاط المحروقات شو لو يخافوا من التلفازة ولا ولو يخافوا من الإذاعات انا انت تدخلها ديت لا لا قل ليلة بن علي راول الله يمكن اخلع ولا تشي حاجة ولكن يتوسطوا مع المغربة يشرحوا ليهم وديرونا النتيجة النتيجة كينا النتيجة كينا كحكومة النتيجة شوف نظروا الوزارة واحد بواحد ستجد كل واحدة از واحد الملف تقيل وتشتغل عليه درنا اورش درنا فرصة ورغم هاد البوليميك اللي كينا انا امنش بيع عفتي علاش سولت وزيرة السياحة قبل اجني الواقع المنصة اللي خلقته شحال من الملفات تضعف هادك المنصة في ضرف اسبوع سبعة وثمانين الف ملف اللي توضح في المنصة هذا يعني بان خارج البوليميك كان واحد الواقع بان المغربة عرفين هاد الحكومة تشتغلوا مستعدين ان تخارطوا في البرامج ديالها وهدي مسألة جد ايجابية وقع المشكلة ديال المطار ديال الاشتاء اياه بتوجي هاد صاحب الجلالة دفتوا برامج ورا عفتي في نمشا طريقة مباشرة باش يدائم الفلاح والفلاح الصغير وقع لمشكلة النقل هاد المسألة كان مكنينا كحكومة نقلسوا ونقولوا احنا غادي نثقفوا التامن ديال المحروقات سعود الى ابن كيران را خرج وتحدى الحكومة بانها تاخد قرارات وتحدى رئيس الحكومة تاخد قرارات تدرهم كل شهر باش ندعمو ماشي مالين القريمات كيف قالوا ندعمو المستغلين داكمو التاكسي داكمو الكار ماشي القريمات واكي يقولك الناس مالين القريمات هما انشاليهم تدعم تدعمنا السيارات ماشي الاشخاص كحكومة ومشاليهم الدعم مهم مشاليهم الدعم هذا اجراء جري للناس السيارة الرمضانية إلا جينا نخصوشنا هي تدبير الحكومي والعمل الحكومي باستثناء مشروع مجتمع اللي بينا نصله ان شاء الله المجتمع تتشوف من غادي تاخد الفلس والضرائب وكيف غادي تصرفها لا نعم نعم تتخلص الدو انت وزيرك انت وزيرك تخلص الدو نعم الله يجزيك بخير الفطورة ديالك تلعم مقارطا مع هاد العام واش تغيرت ولا ما تغيرتش لا 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 معيار ما زدتش لنا فضو الله يجزيكم بخير ولكن ما زدناش فضو لاش اللي نازدنا 15 مليار في صندوق المقسم لانا يجينا نتبع الفطورة راتضو بلات هذا اجراء باش منقيس باش ما يتقش المغاربة فاسميتو تخيلكن خلينا ها هكك تخيلكن خلينا البعوطات وصل مية وخمسة وعشرين درهم ولكن اللي فاطم الزهر هرا نرجيتو الانتخابات ما قلتوش لينا احنا حزاب غنديرو مجهود باش ما يتزادكم في الفكتورة ديال الضو قلتو اليوم احنا احزاب غادي نقدو الصحة وغادي نقدو التعليم وغادي نقدو نحلو المشكل ديال البطالة واش دابع حكومة كتبريكولي كتدير البريكولات وصافي لا ما تديرش بريكورات وقلتها لك قبيلة الحكومة عندها تحدي كبير تدبر ازمة وميمكن ليكش تصرف فوسط الازمة كيف تتصرف بطريقة عادية دازو حكومات الامور مرتاحة عندهم وكان عليهم باش يصلحوا التعليم وماش ناولوا ويصلحوا الصحة وماش ناولوا اليوم برنامج والدولة الاجتماعية على ما تنهضروا كحكومة نحن نخدمين أن نفعلها الحماية الاجتماعية تحتاج الامكانيات ارادك شعر قلت لك إلا ثقفنا المحروقات غادي نحيدو ذلك الاموال من مشاريع اللي تنعتبرها مهي كلا البلاد وهي صحة وهي التعليم وراشتي سي شاكي بن موسى كي جا خدا قارار جذري وقعوا بوليميك وواش عندو الحق ولا ماشي عندو الحق وهذا قارار شعبي باش كنمنعو الناس اللي في عمرهم 30 سانة ولا كتر من 30 سانة ما تنمنعو حد تنطلعو من الجودة ديال التعليم ديالنا وهذا مفروض احنا ما جيناش باش باش نكونوا شعبيين جينا باش نكونوا إيجابيين باش نكونوا واقعيين باش فاش نحرجو ضاميرنا يكون مرتاح ونقولو درنا كتر من جهدنا باش نصلحو اللي خصو يتصلح في هاد البلاد نحن حكومة الشعرات لا انت وصلو ولكن ما ندرجو الشباوي ماشي حكومة الشعرات كل يوم حكومة الشعرات ولكن ما ضارطي المشارف ما نغوط وش Dass تقلنا نحرب الفاسد ولكن فاش دا تجيه تشوف نحرب الفاسد نحربوا ايتها سيدي كان كان الفاسد لانتا ورعنا مغربي لا ورعنا مغربي كنعرف لكي الفاسد ولكنو كنقلب فين كتحرب الفاسد نحن بطيقين ممكن تكون الموحلة محاربة الفاسد نحن ليس حكومة شعارك لا احضر عليك حادر عينيك لا احضر عليك لا احضر عليك لا لا ابدان ولا نمشيش معك هذا الشي اللي عارفك لا 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 ابدان ابدان انا نحطرب الجميع كاشخاص و هذا نبدأ من المبادئ كاشخاص نحطر من الجميع كافكار نحطر من الجميع ولكن عندي افكاري و عندي التصور ديلي وهذه التصور الافكار ديلي ستنقشها في التنظيمات الحزبية مزيان ليس حكومة الشعارات ولكن ليس رفعت لنا شعارات بزاف قبل الانتخابات و من اللي احطيتوا بديكم في العصيدة اكتشفتوا بأنه رالهضره سهله و الانجاز صعيب لا لا اولا نبعد احنا كحكومة اغلبية فينا عندهم واحدة تجربة سياسية انتا شوف و تجربة تدبير ماشي ناس اللي جايين مفاهمين والواقع تانين حكومة فاش تتصوت عليها تتصوت عليها في خمس شهرين تاسي رمضاني غدا تقررت بني دارك ماشي غا تبدأ بالساس ولا ما غا تبدأ بالساس و لفست شهر تطلع الدار مكملة مقادية فيني مفرشة و تجيو تقول انا لا مغربة غادي حسبونا كيف حسبو الحكومة اللي سبقونا و كتك تقول الناس ما كتك تتبع لكم تقررى الحكومة تقرر يجابي كيف تبعت الامية بداخل السيشة و كيف يجب المساكنة و الانتقادات و انا ماشي تقول انا ماشي تدعو انتقادات بالعكاس هذه هي الديموقراطية الحقيقية هي الرررر المخالفة هذه هي الديموقراطية و انا معاة ديموقراطية و مدخلت إلا باش نمرس في إطار هذه تنقول احنا حزب الأصار و معصار هي هذه الاشتغال داخل المؤسسات بحرية وفي إطار ديمقراطي هذه الحادثة ليست شيء أخرى حادثة ونبني واحد المغرب منفاتيح ونصنطل بعضياتها مزيان متفقين ولكن نراعيوا الإكرهات التي يعيشوا المغرب أكيد ونراعيوا لها ومتبعين يومين والدليل واحدنا رأسي رمضاني رأيك كتبتي بإنا مراك شحرا معيب بإنا إلا ديزني بساحة تجمع الفنا معقولة واش تجاوبت معك؟ لا الصراحة تجاوبتي فاتي وما تجاوبت معك إنتا الرمضاني تجاوبت معك إنتا مواطن مغربي حامل هم الوطن واش تديروا هذا الشيء مع المغربة؟ كلهم واش عارفين المغربين تسح في هذه المرحلة؟ تنحاولوا صعيب تغضي الجامعة يا رمضاني صعيب 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 لهذا كنت نقول لكم ما يخرجوا تكلموا حسنة بأنكم موجودين خصوص البام واش هدفكم هو أن تخليوا الأحرارة تحرقوا بوحدهم؟ وانتوا ما تبقاوا؟ أبدا ما عندنا شيء مصلح بشوية العذرية تلكم؟ هذه الحكومة إلى نجحات إلى نجحات سنجح كحكومة وكتحالف أشنا هي مصلحتنا نكون في واحد الحكومة التي تفشي أشنا هي مصلحتنا نكون جزء من هذه الحكومة وغضى المغربة ينتقدونها نحن النجح حكومة نريد أن نكون في هذه الدولات حسن التحالف وفي صالح المغربة ليست فقط انتخابات ليست فقط انتخابات ليست فقط انتخابات ليست فقط انتخابات المواطن قال كلمته وضعتقته في واحد البرنامج ولمغربة وخكي اللي باخي كيش شكك في تلك الطريقة باش طلعتوا لاحظة لا ما تشكك تحد ما تشكك تحد ما تشكك تحد ما تشكك تحد وانا كانوا الفلوس وكانوا الإغراءات وكانوا كانوا كانوا أبدا أبدا أنا ما يمكن ليش نحكي مع الجامع ولكن ليش تبعيني يعني عرفتيني دايمن تن ترشح في المحلي عرفتيني سنوات من 2009 وانا تنهبط التيران اللي شتف التيران هو نستيت نفسه وأكيد المنافسة في الانتخابات تكون خاصة حيث كين إكراها كين ضغط كين نسميتو ولكن الحمد لله الأمور مرت بطريقة عادية جدا طيب اللي فاطم الزرابين أعني شي كامل اللي قلتي في نظرك محتاجين شي تعديل حكومي هاد المرحلة أم لا كان ناتش كلام بأنه قريبا عاجلا قريت إذاك شي في الجرائيل أنا اللي ممكن ينقولك أنا ما مسؤولش على تعديل الحكومي مختصاص رئيس الحكومة مع صاحب الجلالة نصر الله قدرنا اجتماع من ديال الأغلبية وركننا استدعينا الصحفة كلها باش تحضر لندواء الصحفية بعد هذا اللقاء وهذا من الشيء اللي فد الآن توصنا قالت توصلى يمر مهم tables والمواجهة التي لا تقدرون بالمواجهة لها فاطم الزراب المنصوري فقط نشدو الميكرو ونقولوا المغربة هاشي حاجةد عاما وهكذا كان من المواجهة أكثر من ذاك شي دي Kundaync boy علش بنا ننخاف ماعرفش إما ما تيقينش فراسكم؟ خليناه الف الموضوح خلّينه في الموضوح خليناه في الموضوح وقلت لي تعديل الحكوم وش نضمسو الكارطة من الجديد؟ لا أخصص ما يمكنني أن أكد لك بأن اجتمع الفرق الأغلبية نوع أحزاب الثلاثة ونقشنا مجموعة المواضيع التي تتهم المغربة ولو شي واحد نطق بشي تعديل الحكم لا أظن بأن نحن في حاجة لتعديل الحكمية أنا رئيس 6 شورة هذه 6 شورة من 5 سنوات بالخلاصة الحكومة خدمة بطريقة لرادية فاطم الزهران منصوري بصدق رادية حسن من الحكومة السابقة؟ نحن كحزب كنا في المعارضة وإذا جئت النافق نقول لك كنا رادين كنا ما نترجح لانتخابات أنا أصلا كنا كنت رادية على التدبير قام باقي رجع للحكومة ما نعتبرش رأسنا باديل وإحنا نعتبرنا رأسنا باديل ندك شليمر علش؟ لأن اللي تهمنا اللي تهمني أنا شخصيا وإحنا كحزب سياسي أوليوم كحكومة هو واحد الأورش قبرى اللي المغاربة تنتظروا فيها الكثير تعليم وإحنا الحكومات السابقة داروش برنامج ليوصلوا لذيك النتيجة اللي تنطبحوا إلا الصحة والمغاربة في حاجة لوحد الحماية اجتماعية وإحنا قد تنفعلها فوراس الشغل وفي الحملة الانتخابية تنظر في الدروبة على المدينة العاتقة وتنطلق شاباب عاطل وشباب طموح وعزيز عليه بلاده طبعاً وعزيز عليه بلاده وبغى حاجة واحدة يحس بإنه شي حتى يشتغل ويخلق لي فوراس الشغل سير رمضاني هنا أنا في القطاع ديالي أنا هي جزء واحد الحكومة فيها 23 و 23 هنا في القطاع ديالي أول إجراء أخذت وإعادة قراءة هادوك الملفات لدازوف 2021 وإعتبرت أنا ذاك بإنه كان واحد البطء في هادوك الملفات وفرطت على جميع الوكالات الحضرية باش يعودوا النظر في هادوك الملفات والملفات اللي ترفضت لي أسباب تقنية بسيطة أو إدارية ليس قانونية تقنية التعود فيها النظر لحد الساعة بإنه 3500 ملف اللي يتعود فيه النظر تلقنا ألف ملف اللي فيه واحد الغلاف مالي ديال 17 مليار الدرهم ديال الاستثمار أنا ماشي الاستثمار من أجل الاستثمار الاستثمار من أجل فرص الشغل ولكن الأرقام الزافرة اللي فاطم الزهرارة في نهاية المطف تقدر مك تعطيناش نتيجة في الواقع المغربي دابا باش كي دير تقييم ديالو للحكومة باش كي حكم عليكم بالقازوال بالخضرة أيه أيه وعندو الحق لأن هذه هي الحياة اليومية ديال أجدرتو في الحياة اليومية واش غديرو للحياة اليومية ديال المغربة أنا ماشي شعبا ويادر هذا الواقعي لا 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 أنا نقول لك أتخذوا واحد لمجموعات الإجراءات وأنا قلت هالك فيما يخص الضم زدنا قوينا صندوق المقصة صندوق المقصة درنا واحد تقدير ديال 17 مليار تبيلنا مع هذه الإزمة بأننا خصنا ندعم واحد المجموعة ديال المواد والمواد الغذائية زدنا فيها ربعا 15 مليار را ما ساهلاش ما ساهلاش 15 مليار لأنها ميزانية الدولة زعمار ما علاقت الإمكانيات ديال بلادنا علاقت الإمكانيات ديال بلادنا إحنا ما عنا بيترون ما عنا قز عنا حاجة وحدة المغاربة والمغربيات خسليت الله فيهم خسليت الله فيهم واللي خدم عليهم وبصدق وبصدق ماشي بكلام وشعارات بصدق بصدق على كل حل فاطم الزالة منصوري هدي 6 أو 7 شهور وانتي وزيرة في القيطاع ديالك اشترتين المغاربة أخذك اسمية كبيرة طويلة طويلة عاشي علاش اسمية طويلة حيث المسؤولية تقيلة مسؤولية تقيلة أنا ملي كنسمع التعمير وكنسمع السكنة كيجيني في بالي زي ما الله يسمح لي عروا خاص والترزنيس والتسمصير والمون يعيشين وذلك الشي والغلاو بعد كي لقيتي وانتي دخلتي مجهدها وانا والفرق بيني وبنكسر رمضان وهذا الشي لش انتي وزيرة وانا باقي نسول في الوزيرة أنا إنسانة متفائلة ومتفائلة جدا وعزيزة علي بلادي بززاف وبغيت نساهم في جانب المجتمع كله باش نزيدوا بها أكتر وأكتر القدام طيب إلي هذا كل يام اللي دخلتي أشدرتي لنا فاش نفعلتي المغاربة قال الله غادين بعدها قبل ما نمشي وأشدرت أعطيك واحد قراءة أو تشخيص ديال هاد الوزارة اللي في الحق المغاربة ما تقلتي ما عارفينش بالضبط أشنا هو دورها أشنا هو دورها هاد تقول الساكن ممكن هو القطاع الخاص هاد تقول أشنا هي تعمير أشنا هو التعمير التراخيص أياه هاد وزارة اللي عندها بعد اقتصادي قوي وبعد اجتماعي قوي ووزارة مهمة ماشي حيث أنا وزيرة فيها لأن القطاع مهم مرحبا البعد الاقتصادي خصوك تعرف بأن العقار أو قطاع العقار بطريقة عامة تشغل فوق من مليون المغاربة كثار من مليون سبارك الله هاد القطاع تشغل فوق وتنتج 6% من نتيج الداخلي الخام مهم دون قطاع أساسي في الاقتصاد ديالنا مزيان مخصناش نتخلى وليه حيتي لا تخلينا عليه تخلينا على مليون تعمى ناصيب الشغل وتخلينا على واحد القيمة المتاضلة تنتج درائب التي تسمحوا لنا نديروا البرامج الاجتماعية التي تنطمحوا لها كمغاربة فلذلك أول إجراء درس من بعد هذا الإجراء اللي قلت لك ديال عودت النظر مدار في الملفات وأنتجوا واحد عدد من المناصيب لما يمكن أن يكون فخورة كمغربية في هذا الطرف ديال 6 شهور حققتوا ألا وهير هذه المسألة راح حققت لك كثير خاص باش نشجعوا الاستثمار أول حاجة نديروا هو نبسطوا المساطير أخذت واحد المجموعة ديال القرارات والدوريات حد الساعة وصلت لسبعات الدوريات اللي خرجوا من هذا الوزارة بخصوص موجه في هذا الإطار وشتغلت على واحد المجموعة ديال التدابير يك باش 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 نسهلوا الاستثمار في البلاد وباش نجعلوا المواطن فاش تيمشي الوكرة للحضارية باش يوضع الميل في ديالو تيكون عندو واحد الوضوح في الوطائق بكل شفافية وأكثر من ذلك خدامين في في الوطائق في الرقمانة بينا نعمر الرقمانة وحنا غادين وحمد الله الأمور تتطور الحاجة التانية اللي درت فهت تبسيط المساطير باش المغاربة يكونوا لأمور عندو موضحة يعرفوا واش اللي عليهم واش اللي ما عليهمش الحاجة التانية اللي درت هما تصاميم تهيئة اشنا وتصميم تهيئة تصميم تهيئة هي واحد الوثيقة اللي تتحددليك كل منطقة منطقة اش اللي عندك فيها الحق واش اللي ما عندكش فيها الحق و هذا الشيء الذي يقع فيه. هذا هو الخلل في انت يجعل الشك في هذه الخشونة على شتادة فاتظر. لست قدر عليه لا تقدر عليه و لست تعرف بانه في هذا الفترات ع 6 شهور ديوست. فوق من 50 تسميم تهيئه مفجد للي 54 و فاشوت القارن مع السنوات الأخرى زيما ما قليل فاشت توصل له أدى ما عمر شي وزارة. وصلات لدى العزن وصلات لدى العزن أكثر من ذلك تتعرف فين كان الضغط الاقتصادي كان الضغط الاقتصادي في الموضول الكبرى واشتتعرف الآن الرمضاني بأن اليوم تنجر ما عنداش تصميم تهيئة مصادق عليه تتعرف بأن مراكش آخر تصميم تهيئة مصادق عليه ديال 75 75 إذن كن عيشوا تقريبا للعشوائية بطربيده كدري الرباط ما كينش والأمور كانت غادية باللجنة الاستثناءات فاشقفة لجنة الاستثناءات ولينا تنقولوا اشنا هو المعيار ونرفعت التحدي يا سيرنداني والحمد لله الحمد لله سيدربي ما محش منيش لحد الساعة احنا غادي مزيان في نهاية جوبيه 2022 دا نرفع التحدي باش هاد المدن الكبرى اللي ما فيهاش وطائق التعمير ولي ما فيهاش تصميم تهيئة يكون هاد تصميم تهيئة اللي غادي رجع المغاربة كلهم سواسية امام القانون سواسية امام القانون بما انك رفعت التحدي للفاطم الزهراء المنصوري وانتي في قطاع حساس في الفلوس في المنعيشين في الامتيازات عمرت تعرضات عليك اغراءات باش تحابي شي حد او تعطي استثناء لشي حد او توقف شي رخصة مع الشي حد لا انا غا نقول لك بعد اولا تعرفوا شخصيتي كيف دائرة وبنيت واحد الصمعة اللي تعرفوا شي حاجة اللي فيها الحرام ولا اللي فيها شي طريق عوجة ما غاديش مشي لها كان بعد الناس اللي تيطلبوا ومنحقهم يجيوا عند وزير باش يحلهم واحد المشكلة اللي قانوني تندفع عليه بقوة قانوني وإلا كان شي ظلم في حق هذا المنعيش العقاري تندفع عليه بقوة إلا كان قانوني إلا كان غير قانوني تنضح لي بأن هذا شي غير ممكن اهههه إلا تصلت ولو مرة بشكاية تبتع عليه بأن تصلش شكاية هنا في الوزارة ولا في البلدية مرة باش تطارك الله مرة باش تطارك الله مرة باش تراء مدينة مرة باش سهلا إلا تصلت بشكاية تنفتح تحقيق والإجراء تقاتوا وتفتيش لي خصوكم تقدرش باك صاحبي؟ لا لا شوف من الأشياء اللي دخلوني من السياسة هي تنكره الزابونية مني وجبت من خوية وجبت من ابنتي وجبت القانون قانون أنا ماشي شخص أنا مستثى أنا أمنش أنا بالأشخاص أنا أمن بقوات القانون قوات القانون وطيظ هاليا بأن المغربان ماشي تيرفضوا القانون ما كانش لغة الخشف هذا الكلام بطل بزرر المصوري ما كانش لغة الخشف طيب وشتبك الله راي خمستاش العمادي وتان دير السياسة ودبرت مدينة كبيرة ورئيسة مجلس وطني ودابة وزيرة كون كانش حاجة كورا بنت ما حصلوا عليك سيحاجة والخصم كتير كل القواق الدكرة غادي جبدوا على كل حال فتن الزهر المصوري المغرب مزافي شو دور الصفح ما هو وقع؟ 2022 المغربان مازال ساكن في الكريم؟ حشوما لنا حشوما بزاف الدار مجهود والدار مجهود جبار صاحب جلال أعطى لنا انطلاقات هذا البرنامج في 2004 18 سنة للفتر 18 سنة وكان الهدف منه باش نحيده الصفح في المغرب حنا في 2022 وباقي 150 ألف على الأقل على الأقل لحد الساعة بينه 150 ألف اللي باقي عايشين في دور الصفح هذا الدور الصفح مرتبطين بطريقة مباشرة بالنسبة التمدن الحمد لله هذا تيبين بإن بلادنا غادية وتتطور تيبين بإن كينا دينامية اقتصادية في المدن وبإن الناس تترحلوا وتمشوا إلى المدن ولا تتطورنا خيارات واختيارات معمارية وستعنا المدن ودخل الصفح بعد المرة تتطورنا في مراكش تتلقى أن الدور ليس صفح في معنى البيدون فيل ليس برراكة هم دور في الموحيدة مراكش ومدينة كبرت ودخلوا هذا المدينة في مدينة الدور مجود جبار مجود جبار تصرفات 40 مليار سدرهم صفح 29 ألف هكتار لتخصات لهذا المشروع وباقي 150 ألف ما هو المشكلة؟ كان المشكلة يحصى لأن هذه ديناميك لا يمكن أن تقول لنا عندي هذا الكاس سنحيد هذا الكاس دينامية خصوصا إذا كانوا ناس يتاجروا في ذلك الشيء مع الأسف مع الأسف ليس كلهم ليس صفح عندهم شي سؤنية كان بعض السماسرية اللي قلتي اللي يدخلوا في هذا القطاع ومع الأسف تقول لي واحد انتشار فلذلك التفش تتخصص واحد البقعة ويتترحل فيها الناس تتحسب علامية تقولوا ليك 120 هذا هو الإشكال أول أخذنا إجراءات أولا انطلقت في واحد سيستام دينفورماتي النظام المعلوماتي اللي غادي يعطينا جميع المستفيدين على الصعيد الوطني لأن دابات تتلقى بعض المشاكل واحد تستفيد هنا من هاد الناس واللي هما أقلية ما نكلموش على رأسنا أقلية اللي فهموا بإنك هنا واحد تتخلف هذا البرنامج يجيون نستفيدون منها تتنقلك من هنا وتعود يستفيد من هنا هاد النظام المعلوماتي هو اللي غادي يعطينا الأسماء ونعرفه وشكل يخصوص يستفيد وشكل مخصوص يستفيد كينشي تاريخ معين ولا شي مادة معين باش غنحيدوا هاد 150 ألف مغربي ما يبقوش ساكنين بورس صافية ما كينش طموحي في نهايذة هاد 5 سنين نحققها بنتجة وتتعرفها بأنها تحدي صعيب تحدي صعيب لأن تتعرف بأن أولا الناس ما يقبلوا لك شباقي تزوم بلاستهم وتبعدهم واحد سيد خدام في واحد البلاسة صحيح مقرر ولداته تتقبطه تتلوح لك الجه وتتبعدهم من المحيط الاقتصادي والطبيع والاجتماعي غير ممكن وفي نفس الوقت هاد العملية صعيبة لأنك ستتلقى واحد العاقر تصور اللي عندي هو مؤسسة العمران أو إدماج ساكل مؤسسة الدولة كانوا يشتغلوا في هذا البرنامج حان الوقت باش نخلط معنا القطاع الخاص القطاع الخاص ايه لأننا وخاصة في المدن الكوبرى فين عندنا ضغط عندنا ضغط في قرسيف عندنا ضغط في مراكش عندنا ضغط في 40 في الدربيدة الدربيدة بوحدة كتر من 42% للصافحة للصاعد الوقت 42% على ذكر القطاع الخاص كان مشكل في دمارة وسلا نعم سيدي أنهم يسكنوا في المغاربة في حاجة لائقة ماشي كيسكنوا في شي كارتونات الجودة ما كيناش المراقبة ما كيناش البنية التحتية ما كيناش كيستفدوهم الدين من المال للمغاربة وكيعطو ديك النتيجة اللفتة من الزهرية تتضرع إلى السكن الاجتماعي السكن الاجتماعي نحاولو نستربون للمباقي نسبة عادي للدقائق للافتهم الزهرة صافي والله ما سخيت بك قلت لك تتضرع سير رمضاني على السكن الاجتماعي السكن الاجتماعي باش نبقوا ايجابيين حقق نتائج كان واحد الاجتماعي في السكن وكان علينا نتجاوبوا مع هاداك الاجتماعي ودر البرنامج ديال مائتين وخمسين الف درهم اللي يسمح لنا في الظرف عشر سنوات ننتجو خمسمائة الف وحدة نصف مليون وحدة وهذا ماشي سهل طبعا وكذلك كيف قلنا هاد البوقت الاقتصادية تلقي طعا راسمح باش يخلق فراص شو لباش يخدم الشركات باش 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 اكيد ايه برنامج درتي ونتلقتي فيه تتوصل لواحد المحطة اللي يخص كتير تقييم المحطة وتقييم خصوصا هو بعض الاحياء اللي ظهرت عندنا بواحد الشكل باش يا كاريلا فتنزه هذا هو تقييم للدد فلدلك ان شاء الله فاش غادي نتلقوا في واحد البرنامج جديد وكان طموح لانا كيف قلنا نتخلوا على هذا القطع اليوم اللي جيتي تشوف ودرنا دراسة بينات لنا بانا المغرب في حاجة لجوش المليون الوحدات جوش المليون ايه وسبعين في المياه ديال هاد الحاجيات مرتبطة بالمغربة اكتر هاشاشة اهه و بالكلاس موين ايه طبقة المتوسطة طبقة المتوسطة نحن كحكومة نبقى خارج هاد التصور خصنا نوجو القطاع الخاص في الطريق الصحيح ورادة بمشتغلي كان مكلي نجي ونديلك واحد البرنامج كوكو ونجيب الكاميرا ونصور ولكن اشن هو الهدف من هاد البرنامج اللي هو فين بغين توصلوا للفطن الزارة نعم سيدين فين بغين توصلوا بهاد البرنامج ان شاء الله هاد البرنامج سنعتبر بانه مخصصناش مقروحنا مربط من الوزارة هاد البرنامج لي خصوك باش يكون فعال لان اداروا براميج للطبقة الوسطى اللي ما عمر هات فعلات ما عمره هلاش لان ما انخرطوش فيها للمستفدين للي بينتجوه للمنعشين ما انخرطوش لان اعتبرو وبقرح حبر على ورق هادش انا ما بغيتش هادش نفضلنا اخذ الوقت الكافي ونفتح على جميع الشركة وننقشو ونشوف البعد الترابي لان الضرب اذا ماشي هي ضرعة تفيلالة اللي ماشي هي طنجال اللي ماشي هي اوجده كان خصوصيات كوفا وارق مجالية واجتماعية اللي تجعلنا نديروا واحد البرنامج اللي يتماشن عن انتظارات المغاربة وفاشتنا نديروا تقيم ديال المرحلة نتجنا شي حاجة مزيانة وفنفس الوقت كانوا نواقس وهذه النواقس وما اللي يقدر تعليهم خلقنا احيا فيهم ناس بزاف ناقصين من المرافق لان هذه هاد الوزارة سميتها هاد الوزارة سميتها ووزارات طويلة و لكن يخص الاسكان السكان السكان هي واحدة الوحدة تتسكن فيها اما برطة اما فيلا اما الاسكان هو هادك السكان فصلة موحيط الوقت البعد الاجتماعي نحسو بي ان ذاك المواطن مرتاحي لهبط غير قجري دام عولي داتو غير قمراتي الشيغل حاسبوك عليه ان شاء الله من بعد للا فطن الزار المنصور والمحاسبة مفروضة محاسبة مفروضة الله يجازيك بالخير قدر على التعدد فطن الزار المنصوري بين الوزارة والعمودية كي قدر لها سيبا وقول باز قول باز تسليم شي الله سبعاته الرجال وفطن الزار المنصوري معهم شوف حصلت على واحد شرف كبير اللي هي ابتقات المواطن يك صوته عليا في مدينة مراكش ودرت حملة كام شروع يوم دا ومبعد حصلت على واحد ابتقات كبيرة ترملي توقعتي ديال صاحب الجليلة وقلست وقلت ما يمكن ليش نخون جوشت الأمانات تقال واش يمكن ليه ولا ما يمكن ليهاش تيمكن ليه نقول ليك اليوم بأنه لأنه كان وسائل التواصل كان التليفون كان الفيزيو كونفيرانس كان وكان تنقل كثير دا ما كنش شي واحد في المغرب طيق عارف الطريق ما بين مراكش وربط قدينا ولكن حضرة في البلاديات مراكش حضرة في المجلس الجماعي حضرة في جانب المنتخبين والليزوين في العمل الجماعي كما على سميته فاركت العمل أنا ما تنصير مراكش بوحدين تنصيرها مع نواب عشرة نواب وحمد الله أنا مرضيك الوالدين عندي واحدة تقام ديال المنتخبين اللي في المستوى واللي عندهم روح المسئولية وطيق عارفوني بأنه ما يمكن ليش نكون يوميين معهم فليذلك تزادوا تحمسوا بالعمل عندنا ليجن في المجلس الجماعي لكن الناس كي أخذوك على الغياب على كل حال في مراكش ما حضراش وخاك بززاف مراكش لا كنت نتمنى نكون محضرة كثير ولكن حضرة حضرة وحضرة ببرامج وحضرة بقوة وحضرة شوف عندي واحد العلاقة أورتة من الوالدي ديالي علاقة عاطفية مع مراكش ولا ليحش مني مع المراكش ولا ليحش مني مع المغربة كلها غاووش مديزك تحاجف مراكش يعني عمدا وخا ما تكونيش حاضرة جسديا تدبير ديال البلدية وفاة المزدهرة المنصورة ما كانش واحد من مهار اللي ما تنهيز التليفون ونتواصل مع مديرات الدوان ليه واحد سيدة ملتزمة مع المجلس الجماعي وتتشتغل وتنتواصل مع النواب ديالي وتنتواصل مع المصالح الخارجية مع سيد الوالي مع رئيس الجهة على ملفات اللي تتنظر مراكش يوميين يوميين هاش يوميين وفي هاد المرحلة شنو الأوراش اللي دارت فاطر نزلها شنو البسماء ديال المدينة مراكش ديال المراكش طال الله ها ودي ولمدينة اللي كانت تخنقات بالكوفيد والأزمة والناس تقصحوا بساحة الجامعة الفناء كانت مشات بساحة كليات العصاء وفي الانتي خابت راه اسمعناك وحطت الوعود وريلتي زامت ورات تسليم في مراكش كيف قلتين مراكش عانت وبقي تتعاني شكلة بقي تتعاني لأن ما زل ما خرجنا من ديك الأزمة ولكن الأمال كان هدا هو اللي مهم عرفنا بأن مراكش الحمد لله قوت بسياحة دولي وكل شي في العالم بغي يزور مراكش ولو مرة وحدة فلذلك الأمال في السياحة ولكن كذلك في نفس الوقت خرجنا بواحد الدرس لا يمكن مراكش تبقى غادية ومعتمدة فقط على قطاع السناد قوي وقطاع السياحة ويستمر وفي نفس الوقت نفتحه على قطاعات أخرى باش ما عمر مراكش تخنق ولا تبقى مربوطة مع أزمة دولية هذا فيما يخص جانب الاقتصادي وكان أوراش كبيرة اللي تنشتغل عليها فإطال الجهة باش نديرو تنويع الاقتصادي داخل مدينة مراكش في نفس الوقت أول حاجة درت هي رضيت شوية تأهيل تلك المدينة وصلنا واحد لوقيته الجراضي ماتو وصلنا لواحد لوقيته الكيلة بالضلة تتساره معنا وصلنا والإمارة العمومية شاريع مشعله شاريع ما مشعله النظافة كان يزبل في مراكش وأي واحد كان ولد مراكش ولا من خارجه يزور كانت يباليه بأن مراكش بدأت ترجع لور تبقس أول ما يدرت هو بعدها نرد المراكش ذاك الإشعاع ديالها اشتغلنا في نفس الوقت كانوا واحد المجموعة ديال المرافق في إطال الحضير المتجديدة لبرنامج الحصلية الشرف نقدم أمام صحب جلال في 2014 كنا أعطينا أن تلقى واحد المجموعات يالأوراش في المرافق القرب الرياضية التقافية فجيت لقيت 35 مرفق مسدود هالبناية كينا هالمواطن ليما عنده فينين الشطكي والبناية مسدودة لقيت أكثر سمح ليه اللي فعلنا 35 مرفق مسدودة حد الساعة فعلنا 35 مراكش وينما عندك تخويب الناس ديال المراكش فاطم الزهر المنصور لأنها تزاديت في مراكش عايشها في مراكش ولداتي عايشين في مراكش والله يطولي العمر نموت في مراكش هذه المدينة مدينتي وما يمكن ليش نخون وخاصة بأن هذه المراكش ندبرت مدينته عندي تجريبة عاونتني في هذه الفترة كونو ما كنشتان عارف اشنا هو العمل الجماعي واشنا هو تدبير مدينة اول جريبة غادي صعب عليها باش ندبر مراكش وما ادرك ما مراكش وندبر ويضربها واحد القيطاع تقيل بحال هذا ولكن ديك تجريبة اللولة واللي ارضو عليها هال المراكش لأنه عودوا صوته عليها بينات لي بأنه ما عندكش الحق في الخطأ ما عندكش الحق في الخطأ نزيل هاد القضية باش غنختموه فاطم الزهر المنصوري تخيلي بأنه دابا عندك التليفون هتصفتي رسائل واتساب ايه هنقول لي الله يعاونك الله يعاونك والله يقويك في واحد المجال اللي صعيب اللي هو اول رمز ديال دولة الحق والقانون والمغربات ينتظرون منه الكثير ولكن ما عندي اتقال كابلة سعبدالطيف راجل ملتازم في وزارته ملتازم في حزبو وهاتش اللي مكلي نقولك واتساب العزيز أخنوش رئيس الحكومة سعزيز راجل عنده روح المواطنة وهاتش اللي تبين لي دابا لي سبع شهور احنا تنمارسو في جانبه العمال الحكومي راجل عنده واحد روح المواطنة راجل متواضع جدا راجل ديال انصات راجل ديمقراطي بصدق بصدق العهد عليك تقليد عليك وبغيت نقول لي بقى غادي في هذه الطريق اللي غادي فيها واستمر في هذه الاتقائية وهذا الروح اللي خلقتي في هذه الحكومة في نهاية المطاف رئيس الحكومة شيف دوركيستر إلا كان شيف دوركيستر تيه يخرج ويهضر والفطفاضة والشعب أنا طموعي هو سيد سيخنوش غدا فاش ميبقاش رئيس الحكومة يقول المغربة هو الاصلح التعليم هو الاصلح الصحة كيف دازوا وزارة اللي بقت عليهم هم اللي اعطوهم طلقة في الصناعة هم اللي اعطوهم وزارة اللي بقى عليهم كلام هاتشي غيوصلوا في واتساب على كل حال واتساب واتساب الى بن كيران الامين العام لحزب العدلة والتنمية الى بن كيران عندي للاحترام وتقدير امين عام دي الحزب محترم رئيس حكومة سابق وما دي تحمل المسئولية في هذا الزمان إلا شي حد اللي عنده قدرات ونفس الله يهديه بعد المرات الله يهديه امين يا رب العام لدينا جميع بعض المرات وانت منه المغربة اعطوه فرصة وتقوا فيه وتقوا في حزبه عشر سنوات المغربة اللي جابوه والمغربة اللي اختاروه تيجاه اخر كيف احنا احترمنا تيجاه اللي يختاروا المغربة فشوة واللن رئيس حكومة والحزبه واللي كانت يقود اليوم المغربة اختاروا حاجة اخرى وتنتمنوا يحترم هاد الخيار دي المغربة واتساب للمكسب المسهير دي الكوكب جيتيني تلخر ومتبخسني اوديو صيفتيني كاملين يسمعوا الله يخرج ده من الازمة كيف الله يخرج البلاد كله من هاد الازمة اللي تنمروا منها اللهم امين يا رب العالمين احنا معاك واتساب كله لغة خشبة لا ابدا واش بويتيني نعير الناس انا ماشي فعدتيني واتش اللي قلتليك عزيز اخ النوش تنتق فيك رئيس حكومة الحد الساعة زعمة مازالما اشنا يا سياسة يا الممارسة جميع باش نلقوا حلو الحد الساعة ما بنش فيه قرام تلعيب انهاري باللعيب او ورا تتعافنا عندك مغضيفة تنزر منصور ولا انكتفيوا بما سبق ايه ويلة ما تشوفناش من هنا العيد العيد موباء لاحظ اذا برادر تلي التحدي ديال التواصل انا بدا نجي عند كل اسبوع السي رمضاني تتقول يا باركة انا رات وحدش اسوات بغيت نسمعهم امشي بوزارة معاكم نعرف غير صوتهم كدير بديك البححة ديالهم مازال معرفت عش قولي عليهم في المجلس الحكومي الله يجزيك اللي بغيت نضيف السي السي الرمضاني انا مغربية مواطنة قبل ما نكون وزيرة ولا عمودة ولا رئيسة مجلس المطني هذه تحمل المسؤوليات تكليف تكليف تنمر من واحد الأزمة صعبة وكونوا على يقين بأن هذه الحكومة ما كانش اجتماع لما تنحسوش وهزين هم المغربة بأن الحد الساعة جميع الحلول تنقطعوا عارفينها ما كافياش ولكن الامكانية اللي عندنا تتفرض علينا نديره اختيار واش نسمحوا في التعليم والصحة واش نسمحوا في هذه باش ندعموا المحروقات اللي بغيت نقول لهم والمغربة ناس متفائلين وناس دكيين وطي يعرفوا بأن هذه الأزمة مرتبطة بوحد الأزمة دولية لتتجوز المغرب ماشي أزمة خلقتها الحكومة أزمة خلقتها ظروف خارج المغرب الحمد لله بلادنا بلاد مأمنا بلاد اللي أنا تنبقى متفائلة جدا باقي كان سوق عباط باقي كان عراقل ولكن يصبروا معنا شو الله يصبروا وان شاء الله هاد الحكومة غاديتفاجأهم هذا طموحي وأكثر من طموحي هذا التزامي مع المغربة الحكومة غاديتفاجأهم غاديتفاجأهم ان شاء الله احنا كنسنا وليلا فاطم الزهراء المنصوري نغلقوا المحضر للحكم كمال العادة للمستمعين والمشاهدين شكرا فاطم الزهراء المنصوري كنت معنا بدون لغتي خشب شكرا كريم نيتسي شكرا خليد الشويش شكرا عثمان وغلسي دحيدة شكرا اسمعي الروحي حوارتنا دائما بدون لغة خشب وبدون مواضحة فضاء وفي عادة الجلسة شكرا شكرا